ان احنا قلنا كتير ان في بلاد كتير جدا حتى بلاد يعني مثلا في لبنان وفي بلاد عربية كتير لازم السبت ده نص يوم اجازة والحد ده اجازة الناس كلها بتطلع الجبل وبتاكل برا وبتتفسح بشوف اهليها اوروبا نفس الحكاية كلها انجلترا نفس الحكاية يعني اقصد العالم كله عنده الاجازة دي مقدسة يعني لو مين محلات ما بتفتحش والناس لازم تنزل تخرج او تقعد مع اقلتها احنا هنا شاينين بالزيادة يعني ما عندناش يوم اجازة اصلا ما هو ده الموضوع زي ما احنا في الشغل انا مثلا بشتغل في مكان انا مفروض ابقى اكون في المكان ده مثلا الساعة تسعة فماينفعش ابقى تسعة ونص ماينفعش ابقى عشرة وماينفعش اجي النهارده وماجيش بكرة انا لازم اعمل كده مع حزبتي انا الشخصية ان فيه وقت كده في ويكايند عندي فيه اوقات معانا حتى في يومي ماينفعش ان هي ما تمشيش بنفس السياسة دي او حاجة تاني تيجي على حسابها لان في الاخر انا اللي هتعب وانا اللي هقع وساعتها ولا هعرف اشتغل ولا لو كنت بذاكر او طالب وعنده امتحانات ولا لو كنت بعمل اي حاجة في حياتي هلاقي طاقتي ابتدت تنخفض ما بقيتش قادر في الشغل وحش في الجامعة في البيت ما بقيتش شخص منتج هلاقي انتجيتي بتقلي جدا هتأثر على كل حاجة في حياتي تعارفين التفريغ ده التفريغ النفسي اللي انا بفضي اللي جوه حد هيقول لي ايه ايه يا استاذة لازم يبقى جازة اجيب فلوس منين انا عشان اخد العيلة اخرجهم واصفرهم واجيبهم عافك انت مش لازم تخرج ولا تسافر ولا تصرف انت لو نفسيا قلت انا هاخد عيالي في حضني او هنبسط بولادي هقعد معاهم اشوف مشاكلهم ايه اسمع بنتي في سنه مراحقة ولا سنه صغير عايزة تسمع عايزة تتكلم عايزة تشوف لو انا اديت من جواي ان انا استمتع بولادي خلي بالك يا جماعة احنا معظمنا احنا كمصريين بالربي بس دي مسئولية اه هصرف هدخل جمعية عشان اغير الانترية في العيد هدخل معرفش اعمل ايه عشان اجيب متسك للواد هعمل ايه عشان اجيب ايه احنا حياتنا كلها دينامو عشان نسدد الطلبات لكن عمرنا ما قولنا نفسنا ما تيجي نستمتع بولادنا لما اخده في حضني كده ابني كده اللي كبر ده اخده في حضني كده واستمتع بحضنه لان انا قريد دراسة معمولة يا دكتور ان الحضن دزت نفسه لما اخد ابني او بنتي في حضني بيديني زي احساس المخدرات اللي هو الدوبامين يعني اني هرمون اللي بتفرز في الجسم في اللحزة دي فيه حاجات كتير بس هو هرمون السعادة اللي هو السيروتونين ده الهرمون اللي هو بيسبب حالة من السعادة حالة من النشوة والسعادة والنشوة والسعادة بالضبط. والعناق أو الحضن. الحضن ده طاقة إيجابية طبعا. يعني برضو كان فيه دراسة الزوج اللي بيحضن مراته قبل ما بينزل وبيطبطب عليها. السادي دي بتبقى سعيدة جدا. حتى لو قابلت مشاكل إيه طولي اليوم. مجرد جزء بيحضنها كده خلاص. الأم اللي بتحضن ولادها. الأب اللي بيحضن مراته وولاده. يعني حتى البيت بتعم فيه حالة من السعادة كده. هم مش عارفين دي جاية منين. هي الطبطبة. احساس الطبطبة. طبعا. وهنا عايزة أقول حاجة مهمة حالية قلتيها. لما أنا باجي بقى هاخد ويك اند أو هطلع كده كام يوم. هفصل شوية حتى لو يعني بفصل بشكل جزئي. مش هقول هروح أسافر أسبوعين ثلاثة. مشكلة معظم الناس إن هي لما حتى بتعمل كده. وترجع بتحس إن هي مفصلتش على حالة. مفصلتش. ليه بقى؟ ليه؟ فيه كلمة حاجة قلتيها جميلة قوي. أنا هعمل إيه عشان أفصل؟ معظم الناس هو بيروح أي مكان يقولك أنا عايز بقى فضي دماغي. عايز أعض لوحدي. ما أكلمش حد. وافصل خالص ما أعملش حاجة. انت كده بتستسلم. مش بتفرغ طاقة. انت كده الحالة اللي انت فيها. هي بتتملك منك أكتر. وهترجع من الأجازة دي. هتحس إن انت عندك طاقة سلبية. أكتر ما انت سفرت. مخنوق أكتر. فهو أنت بتفصل عشان فيه حاجات هتعملها. مش عشان ان انت هتفضل نايم. آه يعني فيه حاجات مكتوبة منه أننا نعملها لما يجي نفس. طبعا.